اهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس والتي سنناقش فيها توقعات كل من منظمة أوبيك ووكالة الطاقة الدولية للطلب على الخام لهذا العام أنا محمد فتحي والبداية من العنوي في تصريح للشرق أمين عام أوبيك يؤكد أن العالم يحتاج إلى التكامل في استخدام جميع أنواع الطاقة ووكالة الطاقة الدولية تقول أن عادة فتح الصين سيرفع الطلب العالمي على النفط هذا العام في أول تقاريرها الشهرية لهذا العام أبقت أوبيك توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2023 للشهر الثاني على التوالي كما هي عند مليونين ومئتي ألف برميل يوميا مع استمرار سياسة التجديد النقدي وعدم موضوع اتجاه الاقتصاد العالمي أيضا تمسكت في تقريرها لشهر يناير بتوقعات زيادة المعروض من خارج أوبيك دون تغيير في العام الحالي بمقدار مليون ونصف المليون برميل يوميا هذا انخفاضا من مليون وتسعمائة ألف برميل يوميا في 2022 بحسب التقرير ورغم ارتفاع المخزونات النفطية العالمية في نوفمبر الماضي لكنها تظل تحت مستوى متوسط الخمس السنوات ب137 مليون برميل يوميا بحسب التقرير أيضا قوة الدولار بسبب التجديد النقدي التي أدت في الفترة الماضية إلى الضغوط على أسعار السلع بما فيها النفط وعاد ضعف الدولار ليرفع هذه الضغوط عن أسعار السلع تضغط الفائدة المرتفعة أيضا على شهية المستثمرين وكانت أدى ذلك لتراجع واضح أيضا في سيولة العقود المستقبلية والعقود الأجلة لألكام التقرير أكد أيضا على أن دول أوبيك وحلفائها سيواصلون الجهود للإبقاء على توازن السوق المفطية لدعم الاقتصاد العالمي هذا عن وجهة نظر أوبيك في السوق أما في تصريح للشرق خلال منتدى دافوس أكد الأمين العام للمنظمة أوبيك هيثم الغيس أكد دور المنظمة في توفير إمدادات آمنة للعالم وشدد على ضرورة زيادة الاستثمار في قطاع النفط والغيس والله يشوف إحنا الآن سوف يصدر اليوم تغريرنا الجديد الأول للسنة الحالية عام 2023 نظرتنا للأسواق دائما في أوبيك مبنية على حقائق وأرقام ودراسات والحمد لله يعني دراساتنا وتقاريرنا حتى الشهر العام الماضي أنتوا نفسكم في بلومبرغ أصدرتم تغرير تشيدون بدقة توقعات منظمة أوبيك والحمد لله حذرنا كان في محلة وفي مكانة ودائما ما ننظر لجميع العوامل في أسواق النفط الإمدادات والعرض والطلب ودراساتنا في قسم الدراسات في أوبيك ما شاء الله الشباب والفريق الذي عندنا يعني يقوم بأكمل دور اليوم سوف يصدر التغرير نحن نرى أن الاقتصاد العالمي لا زال في حالة نمو لكن هناك محاذير ومخاوف لا زالت من التضخم العالمي طرق معالجة التضخم تأثير الانفتاح الصين الآن والاقتصاد الصيني وما هي ستكون ردة الفعل بعد الانفتاح هل سيكون هناك ردة فعل عكسية أو سلبية بعد هذا الانفتاح كل هذه الأمور عوامل متغيرة ومتسارعة لا بد أن نراقبها وندرسها تماماً لكي نستطيع أن يتم دائماً رفع التوصيات بأخذ القرارات المناسبة لا حتى سؤالي الأخير أنه اليوم فاتح بيرو المدير وكادر الطاقة الدولية تحدث عن أنه سوق الطاقة العالمي يمر بأسوأ أزمة في تاريخه وأيضاً قال أنه روسيا خسرت معركة الطاقة ما رأي أوبيك في مثل هذا الطرح؟ نحن لا نتحدث عن الجوانب السياسية وهي ليست معركة نحن دورنا في منظمة أوبيك ورسالتنا واضحة توفير إمدادات آمنة للعالم وهذا ما قمنا فيه منذ تأسيس منظمة أوبيك منذ أكثر من 62 عام نعم وسوف نستمر في ذلك بالنظر إلى المعطيات والحقائق والأرقام دون النظر إلى الأمور السياسية نعم هل يمر العالم اليوم بأسوأ أزمة الطاقة أم لا؟ هذا يجب أن يحكم عليه التاريخ لأننا لا نعلم ما هي تكون أزمات الطاقة لكن هناك نقطة مهمة جدا هي أهمية الاستثمار في النفط والغاز والطاقة بشكل عام نرى أن العالم يجب أن ينظر إلى استخدام جميع أنواع الطاقة وليس التركيز على الوقود الأحفوري مقابل الطاقة المتجددة العالم سوف يحتاج إلى تكامل باستخدام جميع أنواع الطاقة هذه رسالتنا دائما في أوبيك لذلك يجب على العالم أن يستثمر ثم يستثمر ويستثمر هذا ما تراه أوبيك وما يراه الأمين العام للمنظمة على الجانب الآخر توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يؤدي إلغاء قيود كورونا في الصين إلى نمو الطلب العالمية على النفط في 2023 إلى مستوى مقياسي جديد بينما قد تتأثر الإمدادات سلبا نتيجة الصقف السعري المفروض على الخام الروسيا الوكالة أشارت إلى أن الإمدادات العالمية من الخام ستتجاوز الاستهلاك بنحو مليون برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بحسب أيضا توقعاتهم لا يزال الطلب العالمي في طريقه للزيادة بمقدار مليون وتسعمائة ألف برميل يوميا هذا العام ليصل إلى مئة وواحد مليون وسبعمائة ألف برميل يوميا بدعم من نمو طلب الصيني هذه التوقعات من الوكالة قد تتوافق مع المعنويات السائدة في الصوق لأنه مثلا بنك جولدمن ساكس رجح أيضا صعود خام برنت إلى مئة وعشرة دولارات للبرميل هذا العام وغيره من البنوك الاستثمارية هنا من المهم أن ننظر إلى وجهة النظر المختلفة لوكالة الطاقة من مصلحة وكالة الطاقة وهي طبعا تمثل مصلحة الدول الغربية والمستهلكة للنفط بشكل أكبر أن تقول أنه توقعات الطلب أنها ستتحسن لأنه هذا يعني ببيئة التبعية أنها تطالب ببيئة المزيد من الإنتاج وطبعا أوبيك لازلت متمسكة بأن الطلب لن يتغير على النفط خلال هذا العام لكن ما بين وجهتين نظر دعوني أخذ وجهة نظر ضيفي لهذا الملف من فيينا يوهانس بنينيا الخبير في اقتصاديات الطاقة ومؤسس ورئيس شركة جاي بي سي فيينا أهلاً ومرحباً بك يوهانس وجهة نظر أوبيك واضحة المنظمة على مدار الفترة الماضية أثبتت أكثر من مرة أنها تصرفت دائماً التصرف الصحيح في السوق بغض النظر عن العوامل الجيوسياسية التي كانت تغضت على الجميع هنا وكالة الطاقة متفائلة بشكل كبير هناك تفائل أيضاً بالنسبة لأسواق والمضاربين أنه أسعار النفط قادر على مواصلة الارتفاع بينما لازلت أوبيك مصرة أن توقعات الطلب كما هي ما هي وجهة نظرك؟ الطلب عليه علامة استفهام كبيرة الجميع يفترض أن الصين ستحدث فرقاً كبيراً في هذه المعادلة لكن هذا الأمر غير مسبت حتى الآن الصين ستحتاج إلى نصف مليون برميل إضافية هذه التوقعات لكن قد يكون الرقم أدنى وفي الوقت ذاته السؤال إلى أي متى سيتطور الاقتصاد العالمي أوروبا ما تزال في حالة حرب وهي لا تبلبلاء حسناً وأمريكا تتحدث عن الكفية التي ستتجاوز بها الركود هل سيكون ركوداً صعباً أم ركوداً ضحلاً؟ ننتظر لنرى والجميع يجب أن يكون حذراً فيما يتعلق بتقدير العرض وأيضاً تقدير الطلب يعني وربما أيضاً البعض يتحدث أن حتى هذه المخاوف المتعلقة بالركود تقلصت كثيراً وحتى في أوروبا اليوم بما أنه مرت أزمة الطاقة ومر فصل الشتاء دون كل المخاوف التي كانت موجودة مسبقاً فمخاوف الركود تقلصت إلى حد كبير وبالتالي هذا قد يدعم أيضاً أن النظرة بالنسبة للنفط تعتبر إيجابية ومتفائلة الأيام القادمة يوحانس الكثير من هذه المعنويات مستند إلى الطقس الدافئ الذي مررنا به نحن في ثلث الأول من الشتاء أو في منتصف فصل الشتاء ربما الطقس أبرت قليلاً حالياً وبتالي الطلب على الغاز الطبيعي قد يرتفع والمخزونات قد تتراجع لكن في حقيقة الأمر أوروبا ستعاني من نقص بحدود 25 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي رغم أن الجميع حالياً يشعر بشعور إيجابي والمعنويات إيجابية لأن الجميع متفائل لكن هذا الوضع قد ينقلب عندما يحصل الواقع ويجب أن نعي وأن ندرك أن التخطيط للطقاء يتطلب وجود أحجام وليس من سهل الحصول على أحجام الغاز في غياب الغاز الروسي يعني يمكن القول أنك تتطفق مع وجهة نظر أوبيك في تقريرها وتتطفق مع توقعاتها بأن الطلب سيبقى على حاله بالنظر إلى كل هذه المتغيرات صحيح هذا الطرح أم وجهة نظرك مختلفة الطلب قد ينمو نموا طفيفا وليس بمقدار كبير ببساطة لأن الكثير من التوقعات وتحديدا فيما تعلق بأوروبا مرتفعة الصين قد تعود إلى حالها لكن هل سيكون الأمر بقوة أم لا أنا حذر تجاه هذا الأمر وأمريكا لم تتجاوز مشاكلها بالمجمل أنا متفائل بشكل حذر ولا أعتقد أننا سنرى اندفاعا قويا هذا العام طيب يعني لماذا في تقديرك أن السوق تتفائل بشكل كبير بعودة الطلب الصيني وأنا هنا لا أتحدث فقط عن النفط أتحدث عن عودة الاقتصاد الصيني بشكل سريع وخلال هذا العام أيضا دون أن تضع السوق في الاعتبار التأثير الممتد للفترة التي أغلقت فيها الصين وسياسة صفر كوفيد التي استمرت لثلاثة سنوات يعني هل السوق تبالغ في تقدير الطلب الصيني وعودته بسرعة إلى الأسواق أم يعني هي التفاؤل مستحق يعني بعد كل هذه الفترة وعودة فتح الاقتصاد الصيني يعني سيكون له أثر بكل تأكيد أيضا التفاؤل وإلى حد ما أمر مقبول هذا أمر يقوم على أساس منطقية ففي نهاية المطافة الجائحة ستنتهي لكن يجب أن نتذكر أن الطلب على النفط في الصين لم ينمو العام الماضي ولم يكن الكوفيد هو السبب الوحيد كانت هناك عوائق في الاقتصاد ولم يكن نضعه جيدا سواء أن تعلق الأمر بقطاع الإسكان في الصين أو مستوى الديون أو مشاكل سلاسل للإمداد وغيرها هذا يعني أن الأمر لا يقتصر على الجائحة والكوفيد هناك أمور كثيرة بحاجة إلى حل وتحسن والسؤال الكبير المعلق في السوق هو العلاقات بين الصين وتايوان وكيف ستطور طيب بحتى نكون غطينا الموضوع من مختلف الجوانب الحديث عن جانب العرض وربما في الشهر القادم في فبراير بداية الشهر سيكون هناك تطبيق للعقوبات على مشتقات النفط الروسي هل تعتقد أن التأثير سيكون ملحوظ على الإنتاج الروسي؟ هل سيكون هناك تأثير بالضرورة؟ أولاً التأثير على روسيا سيكون على الديزل فأوروبا أكبر مشتر للديزل 600 ألف من أصل مليون برميل مستورة لدى في أوروبا تأتي من روسيا وإذا لم تشتري أوروبا الديزل من روسيا فستجد صعوبة في الوصول عليه من مكان آخر بعض المصافي سيتراجع نشاطه وهذا الأمر سيقلل الطلب على نفط بعدة مئات ألاف من البرميل وقد نرى تراجع في الإنتاج هذا الأمر قد لا يؤذي روسيا كثيراً لكن الأثر سيكون كبيراً على أوروبا لأن أوروبا مضطرة إلى شراء الديزل من أماكن أخرى وقد لا تكون هذه عملية سهلة سننتظر أيضاً ونرى شكراً لك يوهانس بنيني من جي بي سي شكراً على هذا التحليل كشفت وسائل وإعلام أمريكية نقلاً عن مسؤول في مجموعة السبع أن المجموعة تدرس حالياً فرض صقفين للأسعار على النفط الروسي بدلاً من الصقف المحدد عند 60 دولاراً للبرميل بحسب المسؤول فإن مستوى تلك الصقوف الجديدة ما زال قيدة التفاوض بين دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي المقترح الجديد إذن يحدد صقفين لأسعار النفط الروسي هذا يشمل الأسعار المتدولة بأعلى من سعر السوق وإلى جانب تلك التي تباع بخصومات أيضاً من روسيا من جهتها وسائل الإعلام الأمريكية أشارت إلى أن الإجراءات الجديدة ستشمل أيضاً المنتجات المفطية والمشتقات يعني الروسية كالديزل وزيت الوقود وغيرها هذا يعتبر حظر للمنتجات المكررة من بعض النواحي أكثر طبعاً تعقيداً من حيث التصميم والتنفيذ وتحديداً إذا تحدثنا عن الديزل والكيروسين إلا أنه على الرغم من ذلك تقول التقارير أن موسكو ستستطيع تصدير منتجاتها النفطية لكل من الصين والهند حتى مع فرض الغربي سقوف سعرية على منتجاتها التي تباع بخصومات والمراجح في الأمر أنه الصقف الجديد يستهدف المنتجات النفطية الروسية المصدرة لأمريكا اللاتينية وأفريقيا ونتحدث تحديداً عن الديزل ضمن هذا الإطار المسؤول الذي كشف على الملف وصف الأمر على أنه إعادة لترتيب التجارة عبر المحير الأطلسي وأشار إلى أن الإجراء المنتظر يستهدف حظر المنتجات النفطية الروسية المكررة بالكامل إذن تفصلنا أيام قليلة عن مراجعة الاتحاد الأوروبي لمستوى صقف أسعار النفط الروسي والتقارير تشير إلى أن بعض الدول الأوروبية تطالب بخفض الحد الأقصى لهذا الحد السعري بنسبة 5% ويبقى التساؤل هل ستتأثر أسعار النفط بأي قطوة من هذا النوع هل سيتأثر الإنتاج الروسي وأي أدوات تمتلكها موسكو لمنع تأثير السقوف السعرية على اقتصادها تتابعونا في طاقة لس بعد الفاصل النرويج تتوقع استمرار نمو الإنتاج الغاز حتى 2026 بفضل الاستثمارات المليارية نتوجد اليوم في منصة غاز بحرية النرويجي النرويج التي أصبحت أهم مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا بعد الغاز وروسي لأوكرانيا والتي تتوقع استمرار نمو إنتاج الغاز حتى عام 2026 بفضل تدفقات الاستثمار في الحقول البحرية الجديدة والتي بلغت 30 مليار دولار أمريكي مديرية البترول النرويجية أشارت في تقريرها السنوي الصادر الأسبوع الماضي إلى أن أصله عززت مكانتها كمورد للطاقة إلى أوروبا وأشارت إلى أن القرارات الاستثمارية المهمة هي التي دعمت هذا الأمر مديرية البترول أيضا قالت في تقريرها أن إنتاج نرويج من الغاز ارتفع بـ 8% خلال عام 2022 ليسجل 122 مليار متر مكعب هذا أعلى مستوى مسجل في خمسة سنوات التوقعات تشير إلى أن الغاز النرويجي سيبقى عند مستويات مماثلة من الإنتاج خلال السنوات الأربع إلى الخمسة المقبلة فيما تقول التقارير أن هذا الوقود يمثل حاليا أكثر من نصف الإنتاج من الجرف القاري للنرويج السؤال هنا هل يكفي هذا الغاز دول أوروبا في أزمتها مع الطاقة وهل هو قادر على استبدال الغاز الروسي بالكامل لمناقشة هذا الملف ينضم لنا من أبو ظبي دكتور سيريلا فيدرزوف أنه محلل الطاقة ومدير استشارات المخاطر في فيروسي أهلاً ومرحباً بك دكتور يعني السؤال الذي اختتمنا به هذا التقرير هو هل تستطيع النرويج أن تحل محل روسيا بالكامل في إمدادات الغاز إلى أوروبا مستقبلاً وعلى المدى المنظور الإجابة البسيطة ليست سهلة ففي الوقت الحاضر النرويج كانت تصدر 112 مليار متر مكعب في 2022 والصادرات الروسية إلى أوروبا هي بين 150 و 175 مليار متر مكعب والتوقعات تشير إلى أن النرويج ستكون قادرة على إنتاج 225 مليار متر مكعب إذن هناك بعض النقص بحدود 32 مليار متر مكعب سنوياً ولكن دعنا نقول أنها ستعود جزء كبير من الإمدادات الروسية يعني بعد هذه الاستثمارات الضخمة وربما يعني الجزء المتبقي يمكن تأمينه في نهاية المطاف يعني وطبعاً خلال الغاز المسال أو من خلال الاعتماد على مصادر أوه نعم على الأغلب وبسبب شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة من أمريكا ومن الدول الأخرى فإن الحجم الإجمالي للغاز الروسي يمكن أن يستبدل دائماً هناك مخاطر تظل قائمة لأنه إذا عادت الصين والهند إلى السوق بقوة في 2023 فإن الغالبية العظمى من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة يمكن أن يذهب إلى آسيا إذن قد نرى الزيادة في الضغط على شحنات الغاز الطبيعي المسال المتاحة بين 2023 و2025 والسوق تتوقع أنه إذا أو حتى لو تراجعت الأسعار في أوروبا إلا أنها أعلى بخمسة إلى سبعة أضعاف ما كانت عليه قبل حرب أوكرانيا وبالتالي فإن الدمار في الطلب على الطاقة والاستعمال الكفوق للطاقة وغير ذلك من الإجراءات سوف تخفف جزءاً من المشكلة لكن الخطر الأساسي يظل هو أنه ماذا لو كان الطلب على الغاز في العالم يزداد الميزة الأساسية لأوروبا كانت أن الصين خارج المعادلة أما الصين والهند والآسيا هي لم تكن موجودة في السوق بل كانت تصدر الغاز إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية كانت تساهم في المعادلة إذن هناك ما تزال مخاطر قائمة لكن الأمر الإيجابي هو أن أوروبا كانت فاعلة في افتتاح محطات للتغويز من أجل الغاز المستورد والولايات المتحدة كانت تصدر الغاز الطبيعي المسال بكميات كبيرة هناك خيارات أخرى قائمة مثل مصر والجزائر تظل خيارات قائمة أيضا طيب نقطة مثيرة للاهتمام تلك التي تحدثت عنها دكتور هنا هي النقطة أنه الطلب إذا زاد من آسيا إذا زاد من الهند والصين هل تقصد أنه لأنك قلت أنه في أمريكا ستقوم بالتصدير أو ستكون أولوية التصدير إلى آسيا هل تقصد أنه هذا سيخلق منافسة على الغاز يؤدي إلى ارتفاع الأسعار أم أنه هناك جدوى مثلا أكبر بالنسبة لولايات المتحدة للتصدير إلى آسيا بدلا من شحن نفطها المسال إلى أوروبا أولا أمريكا لا تصدر الغاز الطبيعي المسال بل الشركات الأمريكية هي من يصدر وهي دائما ستكون مهتمة بالحصول على أكبر سعر أو أكبر مبلغ من بيع هذا الغاز وبالتالي إذا عادت آسيا إلى السوق كما والحال من قبل واستهلكت فإن الأسعار بالنسبة لأوروبا قد ترتفع من جديد ومن جهة هذا ربما يكون أمرا إيجابيا لأن الناس سيصبحون أكثر كفاءة باستعمال الطاقة لكن على المدى القصير أوروبا هي من سيتلقى ضربة قوية إذا ارتفع الطلب في الأماكن الأخرى في العالم شكرك دكتور سيرل فيدريس هوفن شكرا جزيلا لك على هذا التحليل شهد عام 2022 نموا في الاستثمارات الموجهة للطاقة النظيفة عالميا وصلت إلى 800 مليار دولار هذا الرقم يقارب النمو في استثمارات قطاع الطاقة الأحفورية والذي بلغ 900 مليار دولار استثمارات قطاع الطاقة الأحفورية ارتفعت من 400 مليار دولار في 2001 إلى 900 مليار دولار في 2022 فيما نمت استثمارات الطاقة من خفضة الكربون من 200 مليار دولار في 2001 إلى 800 مليار دولار في 2022 لكن التحديات التي تقف أمام تلك الاستثمارات ما زالت ذاتها تقريبا ارتفاع التضخم، ارتفاع تكاليف الاقتراض، مشكلات سلاسل الإمداد والتوريد كل هذه العامل تحديات تقف أمام الاستثمارات في الطاقة سواء تحدثنا عن الطاقة الوقود الأحفوري أو الطاقة النظيفة بحسب بعض التقارير فإن الاستثمارات الجديدة في استخراج النفط والغاز لا تتعارض بالضرورة مع الجهود المبذولة للقضاء على انبعاثات الكربون لكنها مطلوبة بشدة للحفاظ على أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي السؤال المطروح والذي لا يزال اليوم موجود وهو السؤال ربما الأهم في عالم الطاقة هل يستطيع العالم الموازن بين هذا وذاك؟ تحقيق انتقال أقدر سلس يجنب الاقتصادات المزيد من المشاكل والحفاظ على أمن الطاقة في نهاية الأمر وصلنا بذلك إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من طاقة بلس نشكر لكم المتابعة وإلى اللقاء في حلقة الأسبوع المقبل اشتركوا في القناة